الانتخابات في ليبيا حلم يتمناه الشارع في مدينة مصرطة خاصة وليبيا عامة إلا أن الواقع يقول عكس ذلك فوجهة نظر بعض الشخصيات السياسية في مدينة مصرطة وعلى حسب المعطيات المطروحة على الأرض يرون أن الانتخابات الرئاسية بعيدة التطبيق وأن الحل هو إجراء انتخابات برلمانية رئيس المنظمة الليبية للسلم الأهلي أحمد القبي قال إن حرب 2019 والهجوم على طرابلس نسف الانتخابات والعملية الديمقراطية في ذلك الوقت مشيرا إلى أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا على الساحة باتت تتصف بالبلادة من بداية سنة 2018 وحصلت في هذا الموضوع بتجميع الأطراف السياسية يعني في مؤتمر باريس ومؤتمر بليرم ومؤتمر روما وكل شاد بالانتخابات وحصلت طبعا إقرار المؤتمر الوطني الجامع على إساس أنها بعدها يتم الانتخابات ولكن طبعا أمور الحرب وهجوم عن طرابلس أربعة أربعة عرقل هذا الموضوع بل ونسفها حتى النسف يعني في نفس الوقت أطر يعني على الليبيين يعني كل حرب تخلق حسبة جديدة ويزين تخلق تشضي جديد فأحنا يعني موضوع الانتخابات يعني حلم كل الليبيين لتغيير الأجسام الحقيقة الموجودة لأصبحت هي يعني أجسام يعني نصفها بالبلادة يعني حقيقة يعني ويرى القبي أن بعض المتهمين الذين دخلوا سباق الانتخابات باتوا يعززون مبدأ الإفلات من العقاب وهو ما يرفضه الشارع المصرطي وجل الليبيين عضو مجلس الدولة أبو القاسم إجزيت وهو من مدينة مصرطة يرى أن الانتخابات البرلمانية عليها إجماع كبير ويتقبل نتائجها بأي حال من الأحوال على عكس الانتخابات الرئاسية وحمل أجزيت ما قد تقول إليها الأوضاع في ليبيا إلى رئيس المفوضية ومجلس النواب الذي أعد قانونا مليئا بالعيوب والثغرة حسب رأيه في تصور الانتخابات يجب عندما نتكلم عن انتخابات أن نتكلم عن انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية لا جدال في ليبيا أن الانتخابات البرلمانية هي ممكنة وضرورية الحقيقة ونتائجها لن تحدث مشكلات وستكون تتمتع بقدر مقبول من المصداقية ومن الشفافية الانتخابات الرئاسية في تقديري هي صعبة للغاية مختلف عليها لن تقبل نتائجها بسهولة إذا تكلمنا عن تاريخ 24 ديسمبر الآن أنا أحمل المسؤولية لرئيس المفوضية وللبرلمان الذي تكلم عن أنه أوفى بكل الشروط وهو أخرج قانون كله تغرات وكله عيوب وقانون مفخخ بالكامل وبحسب إكزيت فأن الوضع الليبي لا يقبل أن يكون في يدي شخص واحد وهو الرئيس مشيرا إلى أن الواقع يحتم علينا انتخاب جهة تشرعية جديدة موحدة تنبثق منها حكومة وتمنح لها الثقة لم يتبقى سوى أيام معدودات على اليوم الموعود للليبيين والذي يرى البعض أنه صار حلما صعب المنال وبات الانقسام حول إجراء الانتخابات في وقتها من عدمه حديث الساعة في كل مكان على أمل أن تنتهي هذه المحنة في أسرع وقت ممكن